مولينا أكتر دراية مننا كلنا في هذا الأمر وأنا سيساعدني أنه يكون موجود معايا للمرة التانية في سوبر ليجا صحفي الشهير صاحب أهم التسريبات وأهم الأخبار الحصرية اللي بتكون موجودة عنده فتعالوا نشوف مولينا ونظرته لما حدث من كيلين مبابي ونظرته للمشهد بشكل عام ونرجع نكمل كلام خليكم معنا نعم الحديث في فرنسا هنا كثير عن نمار ومبابي ولكن هذا شيء طبيعي يحدث في أي غرفة تغيير ملابس اللاعبين في جميع أنحاء العالم إلا أن المشكلة الأساسية ليست في تسديد ضربات الجزاء لأن هذا حدث منذ عامين بين نمار وكافاني ولكننا هنا لا يمكن أن نلقي باللوم على اللاعبين وما تم التصريح به من قبل وصول كافاني أنه سيكون هو الكابتن إذن هي مشكلة صنعها النادي بنفسه وأؤكد لكم هنا أن العلاقة بين كافاني ونيمار كانت جيدة ولم تكن هناك مشكلة بينهما أما فيما يتعلق بين بابي ونيمار فالأمر كان مختلفا لأنكم تعرفون أن النجم الفريق يريد أن يكون هو النجم الأوحد وهذا أيضا موجود في كل فرق العالم ليس فقط في باريس سان جرما وفي الحقيقة أنم بابي كان يريد لنيمار أن يغادر النادي كما كان هو الحال مع النادي نفسه منذ شهرين ولكن الأمر لم يكن بهذه البساطة لأن من الصعب إيجاد نادي آخر يستطيع تحمل راتب نيمار والآن مع عودة نيمار إلى قمة مستواه نجده سعيدا ونعم بالفعل هناك بعض التوتر الواقع فعليا لأن وكيل نيمار ونيمار نفسه والكل يعرف ما كان يريده مبابي لأن مبابي يريد أن يكون هو النجم الوحيد الأكبر في الفريق إذن هو التوتر ولكن بصدق هذا يحدث في غرف اللاعبين في كل أنحاء العالم وهو شيء من الممكن تجنبه في حالة تعامل النادي بشفافية ووضوح مع اللاعبين ولنرى ماذا سيحدث في المستقبل دا كان المشهد ومولينا بيأكد على كلامنا بأن المسألة لها علاقة بأن نيمار ووكيلو والناس كلها عارفة ومن هنا ظهر كل شيء لكن الجملة الأخيرة اللي قالها مولينا أنه دا بيحصل في أي غرف خلع ملابس على مستوى العالم يبدو أنها غير دقيقة ليه؟